أقل من ثلاثة أيام تفصل عن جلسة البرلمان الثانية التي تشهد اختيار رئيس الجمهورية والكورد لم يحسموا أمر المرشح لهذا المنصب ذهاب الحزبين بمرشح لكل منهما منازلة تعمق الخلافة بينهما خيارات الحلول استنزفت والطريق نحو قصر السلام أقرب إلى مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري وفق خارطة التحالفات مع الصدري والكتل السنية لم نتظر إشارات إيجابية لحد هذه السابعة عملية توفق كردي كردي لعملية اختيار مرشح واحد لرئاس الجمهورية وبالتالي ما زالت التوجهات السائدة بهذه التحالفات تذهب مع مرشح الأكثر سخونة مع الكتلة النيابية الفائزة الأكثر وهي تحالف التيار مع عزم والديمقراطي الخلاف ما زال يسيطر على أجواء البيت السياسي الكردي فحوارات الفترة السابقة لم تفضي إلى نتائج أو توافق بل وسعت الفجوة بين الغريمين الكرديين حزب الاتحاد يرفض المغادرة ويحذر من تهميشه وإقصائه فيما يتمسك البعض بالمفاوضات حتى موعد جلسة البرلمان علها تحقق تقاربا كرديا لم نلمس أي نتائج إيجابية بشكل ملحوظ بين الطرفين لذلك مسألة الحسم أعتقد صعب إلى حد ما توجهات وكل السيناريوهات متجهة نحو قبة البرلمان بأن البرلمانين سوف يحسمون من يمثلهم من يمثل المكون الكردي لتسلم منصب رئيس الجمهورية خارطة توزيع المناصب بين الكردي داخل إقليم كردستان قد تتغير في حال ذهاب منصب رئيس الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الذي يتولى منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم ويرجح مراقبون كافة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من ثقله النيابي على المستوى الكردي منطلقا لتوزيع المناصب إلى جانب الأغلبية التي حققها مع الكتلة الصدرية وعزم وتقدم عيثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد